رجعنا للحشاشين مرة تانية وزي ما قلت الأسبوع اللي فات كان المفترض أن عباس كامل يطلع من هنا وبرهيم العرجاني يطلع من الكتف التاني عشان تبقى الصورة كاملة لكن تخيل معايا مبارح لما حصل الهتاف ده محمد عواد وزميل وربنا يفك أسرهم ويخرجهم على خير يا رب من القضية العجيبة اللي اتلفقت لهم مبارح الشباب دول لما هتفوا مبارح الهتافات اللي أنا استعرضها دلوقتي الجماعة دول كلهم استنفروا الحشاشين حسوا أن فيه خطر من هتاف آه لأنهم مجموعة من التوافه الهتاف بيزعج التوافه اتهزوا اتوتروا خافوا إلقوا اجتمعوا فكروا قرروا اعتقلوا الشباب وأطلقوا اللي جان الإلكترونية والأذرع الإعلامية على موقع اكس وتويتر بيتكلموا عن الدولة عن الجيش عن المؤسسات يا جماعة اللي تهانم بارح مش الدولة اللي تهانم بارح مش الجيش اللي تهانم بارح نظام مهزأ وراجل مهرب زعيم ميليشيا اسمه إبراهيم العرجاني انتوا بتختزلوا مصر في إبراهيم العرجاني ازاي بأمرت ايه بأمرت ايه يا جماعة مصر عمرها ما كانت مختزلة في شخص وتحديدا أو خاصة يعني لو كان الشخص ده بمقومات وسيرة ذاتية لإبراهيم العرجاني فما صحش طيب ايه الهتفات اللي تقالت مبارح زعلت الحشاشين فطلعت منهم رد الفعل الصعب ده تعالوا نشوف مع بعض الهتفات اللي قيلت مبارح نصا نشوف الشباب المصري مبارح كان بيهتف بيقول ايه تعالوا نشوف مع بعض الهتف هتف ونفكر فيه كده بعقلية مصرية نشوف يا جماعة الكلام ده يعني ليه علاقة بالشعب المصري الناس شايفة الكلام ده ولا مش شايفه تعالوا نشوف مع بعض طبعا هنا عبد الفتاح سعيد خليل السيسي سيء الذكر وهنا الحج إبراهيم العرجاني اللي هو اصلا الهتفات تقريبا كانت عنه او جزء منها اول هتف العرجاني وهلا كمان انتوا عملة للكيام احنا اتكلمنا في المؤدمة وفسرنا الموضوع وقلنا ان الراجل ده بيعمله الحقيقة هو عمالة لإسرائيل لانه بيخدم مصالح إسرائيل طيب الهتف التاني اللي زعلهم قوي كان ايه بكرة القيمة السودة هتنزل كل خاين اسمه هينزل حلو قوي ايه في الهتف ده يزعل ليه يعني انت لو مش خاين سواء إبراهيم العرجاني او سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي رئيس الحشاشين لو انتوا مش خونا يا جماعة انتوا ايه اللي مزعلكوا في فكرة ان فيه قيمة سودة هتنزل وكل خاين اسمه هينزل طب ما لو انتوا ابطالوا بتقدموا كتير لفلسطين ومش عاملين اي خيانة ولا حاجة فاسمكوا مش هينزل طب فانت كده الكلام مش ليك ولا انتوا على راسكوا بطحة واضح ان على راسهم بطحة طول ما دم اخواتنا رخيص يسقط يسقط اي رئيس طب ما هونت يا ابن الحلال اللي بتقول ان انت بتحاول تحقن دماء الفلسطينيين انت برضو بتحسس على دماغك ليه ليه الشباب بيقولوا لو الدم الفلسطيني رخيص او اخواتنا رخيص يسقط يسقط اي رئيس انت مالك ما انت بيقولك انت باعلامك انك واثق في نفسك جدا وان احنا عملنا اللي علينا فانت بتتهت ليه من هتاف انت زعلان ليه لما الناس تهتف ولا انت على راسك بطحة الحياة انت مش على راسك بطحة انت واقف من غير هدوم انت كلك بطحات اصلا انت يعني فيك القبر فكل هتاف من دول بيحسس على مكان ما مش بس على راسك طيب اوعى مصري دخل افكارك قفل المعبر عاري وعارك قولا واحدا اي مواطن مصري مقتنع بدأ اقولك المفاجأة عبدالفتاح السيسي نفسه هتف الهتاف ده اكتر من مرة ايه السيسي هتف والله هتفه بس بشكل تاني بطريقة دبلوماسية والله نفس الهتاف اوعى مصري دخل افكارك قفل المعبر عاري وعارك احنا نعمل كده مش ممكن المعبر مفتوح 24 ساعة الله يعني قفل المعبر عاري وعارك ايوه الرئيس السيسي نفسه قال الكلام ده يا جماعة هو بيهتف الهتاف ده انتو اغبية ولا ايه هو هتف الهتاف ده وقال ان المعبر مش مقفول وقال ان قفل المعبر عارك الله طب انت ليه على راسك بطحة ليه زعلام الشباب الحقيقة برضو مش عارف اللي بعده مشان الله يا مصري يلا طبعا دي لازم تزعل ايه يلا ايه ما احنا عاملين كل حاجة هم لكن المشكلة الكبيرة في الهتاف الجاي حي حي الشعب المصري حي لا لا ماينفعش يبقى حي الشعب المصري ماينفعش يبقى حي الشعب المصري لازم يموت الشعب المصري وظيفة هذا المهرب البلطاجي زعيم الميليشيات ابراهيمي العرجاني ووظيفة سيء الذكر اللي فوقه رئيس الحشاشين عبدالفتاح سعيد خليل السيسي هو ان الشعب المصري يموت مايبقاش حي لايبقى حي عشان نفسه ولا حي عشان مطالبه ولا حي عشان حريته وبالتبعية ما يبقاش حي عشان فلسطين السعودية تخوط حرب لا تعلموا عنها شيئا لأن الشعب الأردني حي عشان فلسطين قناة العربية مسخرها نفسها 24 ساعة عشان تشتم الحراك اللي في الأردن وتقول إن حماس اللي عاملاه وتقول إن المجرمين والإرهابيين وعايزين يعملوا فوضى وتجيب ضيوف الأولاني ما ينفعش فتجيب التاني فتنبسك جد فعايز أقولك إن في دول لأ عندها مشكلة في قصة حي حي الشعب المصري حي ما ينفعش الشعوب لا المصري ولا الأردني ولا أي شعب عربي يكون حي اللي بعده بيقولوا كمان إن التضامن مش إرهاب خرجوا كل الشباب اللي يتافل اللي بعد كده التضامن مش إرهاب خرجوا كل الشباب فين المشكلة في حاجة زي كده الشباب بيطلبوا بيخروج زميلهم اللي كانوا اعتقلوا بعد المظاهرات اللي كانت في أول أسبوع هو اللي بالمناسبة كان دعي لها سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي إزاي بيطلبوا بخروج المعتقلين ما هم كان منهم معتقلين فطبيعي جدا إن هم يطلبوا الإفراج عن زميلهم هتاف كمان حيوا شبابنا في عمان حصروا سفارة الكيان الشباب بيوجهوا تحية للأردن زي ما شباب الأردن وجهوا تحية لمصر هي دي المشكلة بالمناسبة الشباب بيتحكموا أو بيتحبسوا عشان هتفوا ضد الشيء ده إبراهيم العرجاني وعشان الكلام ده ولسه اللي جاي أتقل عبد الله حارس الكيان حبس شبابنا في عمان آه هنا طلقت لليفل التخبيط في الملك يعني هتخبط في السيسي اللي بعده العالم كله بيتظاهر إلا في مصر حاكمها عساكر آه لا ما ينفعش دي هتفات طبعا ما ينفعش طب اللي بعده ده الماستر سين قولوا لإخواتنا في عمان مصر يناير صحية كمان بس خلاص انت هنا بتعد له البعبع بتاعه البعبع اللي كان قبله الشخص ده موجود في السجن لأنه خطب زباط البعبع اللي كان الشخص ده مدير مخابرات حربية قبله وكان آخره يبقى محافظ بن سويف انتهينا لما بتقوله قولوا لإخواتنا في عمان مصر يناير صحية كمان لا مستحيل انها تصحى مصر يناير هي كابوس إبراهيم العرجاني وسيء الذكر ومحمود عبد الفتاح السيسي مصر يناير ما ينفعش تصحى مصر يناير لازم تموت لازم بقايا مصر يناير تختفي من الوجود لمصلحة مين لمصلحة عبد الفتاح السيسي وابنه محمود والمهرب زعيم الميليشيا إبراهيم العرجاني كمان من الهتفات اللي تقالت قلناها في 25 لن نعترفها بإسرائيل دي إحدى المشكلات الكبيرة لدى الكيان مع ثورة 25 يناير والنظام اللي أنتجته ثورة 25 يناير يا حكام عربية جابانة ايه؟ ما كفياكو عروخيانة هنا بتخبط في الحكام فهنا ده خط أحمر ما ينفعش ان انت تتكلم عنه بس الهتف اللي بعد كده كمان يعني بيوجع شوال أول يوم ضربك في الغارة رفح تاني يوم ذلك في صفارة تالت يوم بفلوس أمريكا رابع يوم سينما وبوليتيكا خامس يوم لازم تحرير تحرير إيه؟ أصدق ميدان التحرير تحرير أصدق ربيع عربي تحرير أصدق مظاهرات ما ينفعش الكلام ده أنا بقولك السعودية بتخوط حرب لإخماد التظاهرات في الأردن السعودية عايزة مظاهرات الأردن تقف فانت بتكلم على مصر كمان طبعا مش هيسمح لك بحاجة زي كده من الهتفات كمان شمال يمين خرجوا المحبوسين أنا يعني من الحاجات اللي باقف فيها احتراما للشباب اللي بيتظهروا عند نخابة الصحفيين وأنا أعلم يقينا أن من بين هؤلاء الشباب منهم شباب مش متفق عليهم ما بين أطياف كتيرة وناس كتيرة مش متعاطفة مع ناس منها لكن كل اللي موجودين أو معظم اللي موجودين الحقيقة هم شباب كانوا مسجونين قبل كده فكرة الوفاء لزميلك اللي انت سبتهم وراك ده شيء أخلاقي يحترم ده شيء بيقول أن الشباب اللي كانوا واقفين عند نقابة الصحفيين ضمرهم صاحي ضمرهم حي لما أسمع انبارح في واقفة للتضامن مع فلسطين شمال يمين خرجوا المحبوسين أنا بضرب تعظيم سلام للناس اللي كانوا قدام نقابة الصحفيين أتمنى السلامة لمحمد عواد وكل الشباب اللي معاه وأبوجه التحية لكل الناس اللي نزلت عند قبل الصحفيين لأن ده أمر أخلاقي أنت مش ناس اللي انت سبتهم وراك أنت تحبست معاهم وتظلمت سنين جنبهم أي أن كان انتمائك السياسي وانتمائهم السياسي لكن فكرة أنك تظل متذكر وتظل تفتكر المعتقلين اللي انت سابقوا وراك ده شيء عظيم جدا بعدين انتقلوا قصة بص شوف خيانة على المكشوف وديه طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا وبيختموا بياللي بتبني صور ورا صور بكرة هيجي عليك الدور مجموعة من الهتفات أنا الحقيقة كنت بهتفها من زمان وكنا بنهتفها من زمان من أيام الانتفاضة التانية من أيام ما كنا بننزل في حرم الجامع الأزهر على سلم نقابة الصحفيين نفس السلم قدام دار القضاء العالي قدام مسجد الفتح في رمسيس مع قوة سياسية مختلفة كنا شباب في الجامعة أيامها وبننزل نهتف في تفات زي كده قبل ثورة يناير وبعد ثورة يناير وأثناء ثورة يناير لأن فلسطين هي البصلة الرئيسية للشعب المصري لكن الهتفات دي فيها مشكلتين المشكلة الأولى تمس رأس سيء الذكر لأن الهتفات دي معناها وأنا يمكن قلت الكلام ده في حلقة بودكاست مع موقع عربي 21 من أسبوعين ثلاثة أن تظاهرات عن فلسطين تعني بالنسبة لسيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي أن الشعب المصري حي فيما يتعلق بفلسطين وهو بالتبعية حي فيما يتعلق بقضايا وطنه وبالتالي مظاهرة عشان فلسطين هيعقبها مظاهرة عشان الغلاء أو الحريات أو المعتقلين يعني ممكن يحصل حراك شعبي يعني ثورة يعني رأبة الرجل لا طوع فده عنده مشكلة كبيرة جدا في الهتفات دي وفي الكلام ده